اذا برضو اتكلم عن استهلاك الكحول عشان وفيه سوء استهلاك جامد جدا بنبسح الحاجات دي طيب الناس دلوقتي عندها زعر من الجزم بنعمل ايه على فكرة موضوع الجزم ده بقى بالزيت ما يخصش الكورونا بس الموضوع الجزم ده سبتوه في اي وقت في الدنيا ما تتكسفوش ابدا ان انتو تقولوا لحد داخل بيتكو من فضلك ايه على الجزمة على الباب الجزمة دي مش بيها في طين ومش بيها اصفة يعني على اللي حقوله في فضلات حيوانات ومش بيها في زبالة وكل انواع الحاجات المقززة اللي في الحياة موجودة في الشوارع وده غصبة عندنا وما نقدرش نتحكم فيه لو احنا عايشين يعني في موناكو في منتكرلو هيبقى برضو في حاجات وحشة في الشارع مش هقول لكم يعني في مصر في اي حتة في العالم مهما كانت البلد نظيفة او متطورة او كبيرة او اوروبية او غيره هتلاقوا قرب في الشارع فما فيش اي مانع من ان انا يبقى عندي كده فوتا شيك او يعني بيقولوا عليها ايه بيقولوا عليها ايه الدواسة دواسة دواسة كده شيك من مادة قطنية او اي مادة يعني ايه تبقى هتشرب الميا موجودة عند باب الشقة يتحط عندها بخاخة فيها ميا بكلور بنفس التركيز اللي قلته ده واحد لتسعة اللي يدخل يقلع جزمته عندها ويبخ الجزمة من تحت بالبخاخة دي ده اجراء انا انصح به في اي وقت مش بس لأيام الفيروسات او الامراض او الاوباء في حاجة تانية ان انا ممكن اخلي فوتا معصورة بميا وكلور برضو محطوطة عند باب الشقة واللي يدخل يمسح جزمته فيها يقلعها ويمشي في البيت بشرابه النظيف او برجله نظيفة او بسليبر البيت النظيف اللي ما بنتلعش بيه بره خالص بحيث ان ارض البيت ده تفضل نظيفة على طول انا شخصيا بعمل كده في بيتي فعايز اقول لكم ان انا لو مسكة مثلا حاجة بكلها وقعت في الارض عادي جدا بشيلها وكمل اكل ولا بقرف ولا بتضايق لاني واثقة ان الارض نظيفة واثقة ان ما فيش جزمة داست عليها وعارفة اي حد بيجيني بقلع الجزمة عند الباب انا شخصيا بقلع الجزمة عند الباب كنت ما بعملش ده قبل كده بدأت اعمله من موضوع من فترة انتشار يعني فيروس الكورونا ولكن انا هستمر عليها انا شايف انها حاجة جميلة جدا وسايب ارض البيت نظيفة طول الوقت فدي مثلا من الحاجات اللي هستمر بيها ممكن نفصل كمان الشباشب اللي بندخل بيها شباشب سلابرز اي حاجة بقى كروكس كل الحاجات اللي بندخل بيها الحمام ممكن نفصلها عن الحاجات اللي بنمشي بيها في البيت يبقى فيه سليبر محطوط على باب الحمام ده للحمام بس فاقلع بتاعي نظيف وانا عند باب الحمام قلب ستاني بتاع الحمام ويبقى هو على قد الحمام بس دي برضو تبقى حاجة لطيفة جدا لان الحمام هو ما كان بطبيعته هتكثر فيه المايكروبات والجراسيم فاحنا عايزين نتعامل معاه بحالة خاصة شوية وده برضو كلام يمشي على الطبيعي ويمشي على ايام الفيروس اللي احنا فيها